Chapter 8 Carboxylic Acids Lecture 5 Reactions of Carboxylic Acids 2 ناغشنا في المحاضرة الماضية نوعين من تفاعلات الأحماط الكربوكزيلية والآن نتعرف على النوع الثالث وهو تفاعل الأسترة Esterification of Carboxylic Acids تفاعل الأسترة هو تفاعل الأحماط الكربوكزيلية مع الكحولات في وجود الحمض ككتاليست وغالبا ما يستخدم حمض الكابريتيك ويكون الناتج هو الإيستر مع الماء من عنواع تفاعلات الأسترة Astrid Fischer or Fischer Esterification والتي نتعرف عليها من خلال هذا المثال وهو تفاعل حمض الخليك الأستيك أست مع الإيثانول يتم هذا التفاعل معمليا بأن نضيف حمض الخليك مع الإيثانول في عنبوبة الاختبار ثم إضافة قطرات من حمض الكابريتيك المركز ومع التسخين في الحمام المائي يتكون الإيستر والماء يلاحظ تصاعد رائحة الإيستر المميزة لتدل على حدوث التفاعل الأستر تتم بأن تحل مجموعة الإيثايل في الكحول محل الحيدروجين الحمضية في الحمض الكربوكزيلي فيخرج الحيدروجين مع مجموعة الأو إيتش من الكحول في شكل جزي مع H2O وبالتالي تتصل مجموعة الإيثايل بزرة الأكسجين ويتكون الإيستر بهذا الشكل وهو في هذه الحالة الإيثايل إيثانويت أو بالكومن نيم إيثايل أسيتيت وهو الأكثر استخداما ترجمة نانسي قنقر